مرحباً بالجميع مساهمة مني في ضماني التعلم جميع التلاميذ عن بول يسعدني تقديم درس موجه لتلاميذ المستوى السادس وهو درس المستثنى بإلة هذا الدرس ينتمي للوحدة السابعة بطبيعة الحال فهو من مكون تراكيب الأسبوع الأول كتذكير اللابد منه لنتذكر جميعاً بعض أدوات النفي نعم أدوات النفي هي لم لن لا ما لننفي الجملة التالية جاء عمرو إذن جاء في الماض الأدات التي ستناسبه هي ما ما جاء عمرو لنلاحظ جملة أحب الفواكه إلا التفاحة ماذا أفهم من الجملة؟ هل أنا أحب جميع الفواكه؟ بالطبع الجواب لا إذن فأنا استثنيت التفاحة رغم أنه من الفواكه مما أحبه إذن نحن بصدد ظاهرة الاستثناء وهي تتكون من مستثنى وهو هنا التفاحة مستثنى منه الفواكهة ثم أداة الاستثناء وهي هنا إلا لنلاحظ الجدول التالي كي نكتشف أحكام المستثنى مستثنى إذن الجملة الأولى أحب الفواكه إلا التفاحة هذه الجملة جملة فعلية تتكون من الفعل أحب الفاعل ضمير مستثير تقديره أنا الفواكه مفعول به ثم أداة الاستثناء إلا والمستثنى هنا التفاحة بملاحظتنا للحرف الأخير من كلمة التفاحة نجد أنه منصوب إذن حكم المستثنى هنا النصب بالنسبة للجملة الثانية ما جاء التلاميذ إلا واحدا هنا الجملة جاءت منفية أداة النفي ما الفعل جاء من قام بهذا الفعل؟ التلاميذ إذن التلاميذ فاعل هنا فعلنا لازم إذن أنه لا يحتاج إلى مفعول به الأداة إلا المستثنى واحدا أيضا هنا جاء المستثنى منصوبا إذن حكمه النصب الجملة الثالثة ما جاء التلاميذ إلا واحد أيضا الجملة هنا من في بما فعلنا جاء الفاعل التلاميذ أداة الاستثنى إلا والمستثنى هنا واحد إذا ركزنا على الحرف الأخير نجد أنه مرفوع وإذن حكمه هنا الرفع آخر جملة ما التقيت إلا بواحد أداة النفي ما الفعل التقي الفاعل هنا ضمير متصل هو التاء المتحركة أداة الاستثنى إلا والمستثنى واحد إذن هنا حكمه الجر لنستكشف أحكام المستثنى من خلال الأمثلة إذن نلاحظ بأن الجملة الأولى مثبتة والمستثنى منه مذكور الفواكهة والمستثنى جاء منصوبا بالنسبة للجملة الثانية فهي منفية والمستثنى منه مذكور التلاميذ والمستثنى جاء منصوبا الجملة الثالثة تشبه الجملة الثانية وقد تعمت أن تشبهها لنكتشف جميعا اختلافا في حركة المستثنى الذي جاء مرفوعا أما بالنسبة للجملة الأخيرة فهي منفية والمستثنى منه غير مذكور والمستثنى جاء مجرورا إذن من خلال الأمثلة نستنتج أن المستثنى ليس له حكم واحد واحد إذن استنتاج لما سبق المستثنى هو اسم يأتي بعد أداة استثناء يعرب مستثنى منصوبا إذا كانت الجملة مثبتة والمستثنى منه مذكور يعرب مستثنى منصوبا أو بدلا تابعا للمستثنى منه إذا كانت الجملة منفية والمستثنى منه مذكور يعرب حسب موقعه في الجملة إذا كانت الجملة منفية والمستثنى منه غير مذكور إذن تطبيقا لما سبق المرجو أن تقوم بإيقاف الفيديو وتحاول إنجاز هذه التمارين إذن مطلوب منا في النشاط الأول أن نستخرج المستثنى ونبين حكمه أما في النشاط الثاني فنحن مطالبون بشكل المستثنى إذن أتمنى أن يكون الجميع قد توصل إلى نفس النتيجة بالنسبة للجملة الأولى ما استعمل الفلاح من الآلات إلا الجرارة جملتنا منفية المستثنى منه مذكور الآلاتي ثم الجراري اللي هو مستثنى جاء هنا بدلا مجرورا بالنسبة للجملة الثانية حضر التلاميذ إلا خالدا المستثنى هنا خالدا بما أن جملتنا مثبتة والمستثنى منه مذكور إذن هنا خالدا ستعرب مستثنى منصوب أما بالنسبة للجملة الأخيرة لم ينجح إلا المجد المجد هي المستثنى جملتنا منفية والمستثنى منها غير مذكور إذن كان المستثنى ستعرب هنا حسب موقعه في الجملة وهو فاعل مرفوع أما بالنسبة للنشاط الثاني جملتنا يمارس أخي جميع الرياضات إلا العدوى نلاحظ هنا أن الجملة مثبتة والمستثنى منه مذكور المستثنى هنا هي كلمة العدوى نعم جاءت منصوبة بالنسبة للجملة الثانية ما تعلم أبناؤنا العزف على الناي إلا ساميرو إذن هنا ساميرو سيأخذ حركة الرفع لأنه بدل تابع لأبناء جملتنا منفية والمستثنى منه مذكور بالنسبة للجملة الأخيرة ما حللت إلا مسألة مسألة هي المستثنى والجملة هنا من فيها والمستثنى منها غير مذكور إذن هنا لدينا خيار وحيد أن تعرب أو أن يعرب المستثنى حسب موقعه في الجملة وهنا جاء مفعولا به ونحن جميعا نعلم أن المفعول به يأتي منصوبا من أجل التعمق أكثر وضبط مفاهيم الدرس أرجو أن تتوجهوا وتفتحوا كراساتكم لتنجزوا ما بداخلها من أنشطة شكرا شكرا